فصل جديد من فصول الصراع في أعلى هرم السلطة في تونس رئاسة ورئاسة حكومة وبرلمان يخرج إلى العلن وهذه المرة وجه الرئيس التونسي سهام تهماته تلميحا إلى المستثمرين في الإرهاب والمتواطئين معه لغايات سياسية معلنا أنه سيحاربهم يستثمرون في الدماء يستثمرون في عمليات إرهابية ثم بعد ذلك يظهرون كأنهم يتباكون وكأنهم ضد الإرهاب في حين أنهم هم الذين صنعوا موقف الرئيس سعيد جاء بعد اشتراته ربط الحوار الوطني المرتقب باستقالة رئيس الحكومة وفق الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المركزيات النقبية في البلاد يبدو أن الرئاسة الثلاثة دون استثناء قد غابت عنهم الحكمة وغاب عنهم العقل السياسي إذن الأزمة ستتعمق أكثر بعد هذا الموقف الذي عد صبا للزيت على نار في ذل احتماء رئيس الحكومة بحركة النهضة وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وهو ما ينسف شروط إجراء الحوار الوطني ويعيد الأزمة إلى مربعها الأول هذا الموقف قد يعمق الأزمة الحالية وقد يكون عثر أمام الحوار الوطني المرتقب ولكن في نهاية الأمر فإن الحوار الوطني يجب أن يتم على أسس صحيحة وعلى أسس تجديدية الأزمة السياسية في تونس أو ما بات يعرف بصراع الرئاسات الثلاث يأتي في ظل صعوبات قصادية واجتماعية متفاقمة تمر بها البلاد عمقتها تداعيات أزمة كورونا ولد عبدالله العربية تونس